السلام عليكم ورحمة اللهtypeáticas وبركاته محبسين. وavas ارجو الرحمنتسين وال consequently Bombs وبعدكم مهانس اسلام جميل وتصميم الموج�ايدات المعدنية الحمدولله الحمدولله بعد كاء مش مش مريكا geçico ijeو الرحى خنسونيا تحمل خدف بداية ا viene عبارة عن شعال ان ا Cheers حاجة وهميه حاجة وهميه كل bike خلال فكهه ان انا اَّنت他 اكبر الحمل mä؟ Lenny Lyric코 ؟ انا عايز الحمل بتاعي يروح او ما يجي مثلا عندي احمال جانبية انا عايز الحمل ده يروح للسايت جيرت ومن السايت جيرت يروح للكولم فانا بعمله حاجة وهمية كده بلاطة وهمية الحمل بيجي عليها وبعد كده يروح فين على العنصر اللي انا عايزه سواء كان السايت جيرت سواء كان الكولم ديريكت اي حاجة انا عايزها بقدر انا خصصها بمطقة السور فتعالوا نأمل الحاجة الوهمية دي هنجيب وليكم اكس واحد عشان نفهم الموضوع منه وبعد كده اروح من هنا اقول له جيومتري حاجة اسمها الحمل بتاعها دورتك وان وي ولا طو وي انا الحمل بتاع انا عايزه يروح دايريكت في الجزء اللي تحت يروح دايريكت للأعمدة انا ما عنديش اي سايت جيرت انا عايزه يروح دايريكت للأعمدة فقوله ريكتانجولر وان وي انا عايزه اخليه وان وي في التجاهل اكس في التجاهل وي هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي اقوله من هنا لهنا لهنا بالشكل ده طيب نفس الكلام انا عايز برضو يكون فيه حاجه هنا هتروح فين بالشكل ده بالشكل ده تعالوا نشوف ايه اللي انا قصده بعد الوقت اللي قصدنا مش مهنسين ان دي حاجة وهمية زي ما احنا بالقول هيا حاجة وهمية كل الفكرة منها بشوانسين ان هي تاخد الحمل اللي هيجرع تنقله العنصر اللي هيروح ليها تعالوا نظهر الوكال اكسس كده عشان نفهم الحتة اللي انا قصد عليها الحتة اللي نقصد عليها بشوانسين الوكال اكسس التجاه اللي هو ده هيروح ازاي تعالوا كده نشوف دي كده اتجاه الزد بتاعها لجوه اتجاه الزد الجوه انا عايزه يكون لبرك نحيه بره طيب محور اكس اللي هو بالازرق كده الحملة هيروح للاعمدة لان محور الاكس هو بالازرق اتجاه كده فالحملة كده هيروح للاعمدة لان انا قيله لو كانت واي كان هيروح في اتجاه الاكس وال وال انما انا قيل وان واي اكس عشان كده اتجاه محور اكس هيروح على الاعمدة فدي هحتاج عدل فقط اتجاه الزد بتاعها همسكها كده واقول له اتجاه الاتريبيوت او انا اسف انا عايز اعدل اتجاه الوكال بتاع البانال هتعدل مين هقول له هعدل الزد واقول له المين هقول له دي الشكل ده واقول له ايه ابلها شايفين اتجاه الزد بقى البرا وليكس خلاص رايح للعمدة طيب تعالوا نشوف النسبة الاخونا ده كده دي كده مثلا اهي تعال اخد لائد دي الوحدة اولا اتجاه محور الزد لبره لجوه انا عايزه خليه لبره تاني حاجة الحمل كده هيروح للأعمدة مش للسايت جيرت انا لا انا عايز الحمل يروح اولا للسايت جيرت ومن السايت جيرت يروح للاعمدة عشان كده هاتطر رمسك دول ده 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 كنترول ده بالشكل ده وهكذا اقول له المرة دي هعدل الزد وهعدل كمان ال اكس هقول له ال اكس بتاع حضرتك هيكون بالشكل ده انا عايز محور ال اكس يكون بالشكل ده كده تعالوا نشوف اللي هيحصل هناخد حاجة زي كده مثلا نقول له هلاحظ ان اتجاه الاحمر بقى البرة اتجاه ال اكس بقى في اتجاه الصي الجيرت عندي مهمة جدا الجزئية دي ماشي يبقى انا كده خلصت الجزئ دي نفس الاسلوب هجيب حاجة زي كده البلان اللي فوق عندي هنا دي كده هقول له برضو جيومتري برضو اقول نقطة هدي التانية هدي التالتة ممكن بقى حددها طالما هم زي بعض هقول له ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هقول له انا عايزة قرارهم سبعة المسافة من هوا للهيلة بالشكل ده اعتقد انا اخترت نقطة غلط كنترول زد همسك ده تاني كابي هقول له اعمل لي وليكن ستة نسخ هقول له بالنقطة دي بالنقطة دي كده اه اكزاكت كده عليها فاضل اخر واحدة فوق عندي خالص هاي واضح ان فيه مشكلة في الابعاد بتاعتها طيب بيبقى انا في الحالة دي واضطر ارسمه واحدة واحدة بالشكل ده وبكده هكذا ما انسين انا بقى خلصت كل كل الموجود عندي دي ما حضراتكم شايفين ادي الوكال اكسز لبرا اتجاه الاكس عشان اروح للاعمدة هنا هيروح للسايت جيرت فاتجاه الاكس فاتجاه السايت جيرت دايما اتجاه زد بيكون ناحية برا انا كده خلصت الخارجية فاضل عندي ان انا اجيب عند الدور الميزانين عشان اعمل نفس كده اقوله برضه اخلاها هقوله من هنا لهنا بالشكل ده لو ما سفاتنا تساوية همسك الراجل بتاعنا ده اقول له copy وليكن انا عايز نسخة اثنين تلاتة اربعة اربع نسخ المسافة من هنا بالشكل ده والاخير ده اعتقد كان فيه مشكلة في المعاس فهرسمه manual بالشكل ده نفس الكلام هنا ممكن هرسمه manual منوال منوال ينبق ايه خدم قبيعة ده خالص جدا بالشكل انا خلاص خلصت ده عشان اظهره باجه من الجنب من هنا من view ببدأ ازبط شوية الحركة بتاعتي هناك عشان اشوف بالشكل ده برضو نفس الكلام من تحت كده مثلا عشان نبدأ نشوف بالشكل بالشكل طيب مش واضح اوه ممكن باجه حاول ازبط انا من تحت من هنا كده اشوف اتجاه local access اهم حاجة عندي ادي الاكس مزبوط راح في سكندري وهدي الزد الاعلى تمام طيب انا كده ايه ازبط شكل بتاعي نحاول كده من فوق تاني معي طريبا كله اتجاه الاعلى واتجاه الاكس مزبوط بتاعهم هود تجاه الاكس افقي عشان يودي على السكندري بيم وبقى كده السكندري تروح للميم وتزد كونة تجاه الاعلى يبقى انا كده ايه عرفت موضوع الكلادنج وده مهم جدا جدا انا مش منسين موضوع الكلادنج مهم جدا الكلادنج عشان اما اجي اضيف الاحمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة